في سبيل تطوير التعليم الأكاديمي في الكويت يرى أكاديميون أن التدهور الذي يحدث في هذه المنظومة يحتاج إلى الكثير للنهوض به كإنشاء جامعات خاصة غير ربحية فضلاً عن التنوع في الكادر التدريسي باختيار الأكفأ وليس لتعبئة المنصب المطالبة بإنشاء جامعة أهلية غير ربحية حتى يكتمل أجنحة التعليم في دولة الكويت وأيضاً هذه المشاريع الطموحة يجب أن تفعل بشكل سريع خصوصاً وأن خطة تنمية وبرامج التي وضعتها الحكومة تتضمن إيجاد ثلاث جامعات حكومية موضوع التثبيت مدى الحياة بالنسبة للدكتور الكويتي هذه كارثية بكل المقاييس ما في شيء اسمي في أي جامعة محترمة أن الدكتور يثبت تلقائياً ومدى الحياة هذه قاعدة تسبب مشكلة كبيرة أنا مع تعليم الجامعات الخاصة غير ربحية وجامعات الخاصة غير ربحية بمعنى شنو؟ بمعنى أن الإرادات التي تتحقق هذه الجامعات لا تذهب إلى ناس مستثمرين بل يعاد استثمارها مرة أخرى في تحسين أداء الجامعة وبالتالي أنت تحصل على أفضل أساتذة أفضل المعدات من جهة أخرى تبقى قضية فصل التعليم التطبيقي عن التدريب هاجس للأكاديميين هم الذين يرونها بأنها قد أشبعت نقاشاً دون أي تحرك ملموس في القضية هذا المشروع الذي أشبع دراسة وتم موافقة مجلس الإدارة عليه والآن مطروحة لمجلس الإزارة ويمكن تفعيل هذا من خلال إيجاد مرسوم بغانون لإنشاء جامعة تطبيقية ومن أيضاً حيئة للتدريب أو من خلال نقل كليات التطبيقي إلى مرسوم جامعة جابر وهو الموضوع الذي كان بالأساس يفترض في أن يتضمن بقية كليات التعليم التطبيقي والتدريب اشتركوا في القناة